إذن رقعت انتشار فيروس جدري القروض إلى التساع مشاهدين مع الكشف عن حالات جديدة في دول عدة دول جديدة أعلنت خلال اليوم وأمس عن أولى الإصابات فيها منها الأرجنتين، سويسرا، ألمانيا، إسرائيل والدنمارك الحالة الأولى في الأرجنتين قالت عنه وزارة الصحة إنه سافر مؤخرا إلى إسبانيا وأن المريض في حالة جيدة ويخضع للحجر وبهذا تسجل أمريكا الجنوبية اسمها على خريطة جدري القروض أما عن الدول التي سجلت سابقا حالات إصابة فقد أعلنت بريطانيا عن تسجيل 36 إصابة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 56 البرتغال من جانبها مشاهدين سجلت 14 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 37 منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير وأضافت روزا موند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن التسلسل الجيني للحالات المصابة سيساعد في التعرف بشكل أفضل على فهم موجة الانتشار الرهنة جدري القرود وكورونا ليسا شيئا واحدا السبب في المرضين فيروسان مختلفان جدري القرود ينتشر عبر الملامسة المباشرة والمصابون يظهر لديهم طفح جلدي وإذا لمست الطفح فهذا معدن إذن الإصابة تتم عبر الملامسة بشكل رئيسي منظمة الصحة العالمية أكدت أيضا أنه من الممكن السيطرة على تفشي جذر القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى المنظمة إن هذا الهدف ممكن في الدول التي لم يتفش فيها الفيروس وليس متواطنا فيها معظم الناس الذين أصيبوا كانت الأعراض لديهم خفيفة أو يمكن القول إنها غير خطيرة ونحن نعمل الآن على وقف انتشار الفيروس الموقف يمكن احتوائه تحديدا في الدول التي تشهد انتشارا في أوروبا وأمريكا الشمالية لكن لا يجب أن نتجاهل ما يحدث في أفريقيا حديث منظمة الصحة لقي تأييدا من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقال المركز إن خطر انتشار مرض جذري القرد على نطاق واسع يطاهر منخفض للغاية